حلوة جداً وحتعجبكم إن شاء الله هتنفع في المدرسة هتنفع في عشاء هتنفع لو عندي صحابي عايزة عامل فطار حلو وصفات حلوة بس ركزوا معي عشان احنا هنقول وصفات كتير وهنشتغل بسرعة أول حاجة هعملها توست تونة بالمايونيز وصفة سهلة وحلوة وحتعجبكم إن شاء الله قبل ما بتجي اشتغل عايزة أقول حاجة أنا بحب التوست يكون مقرمش شوية يعني بعمله إيه؟ بروح حطه في التوستر التوستر اللي هو ده ما عنديش توستر هعمل إيه؟ أنا هو بحطه في التوستر علشان يقرمش سنا هاجي على الطاصة تيفيل حميع وحطه ثواني لو أنا ما عنديش التوستر ده هعمله ثواني في الطاصة تيفيل مجرد يمسك بسيط علشان يبقى مقرمش شوية في الساندوش كده هو خلاص كده هو هو بالنسبالي حلو قوي قدر عامل به ساندوشات بصوه ما خدش ثواني عشان ما سيبوش يتحرق مني أوكي نبتجي بقى نشتغل أول وصفة اللي هي بتاعت التونا هستعمل فيها علبة تونا نص خصائية كابوتشا متقطار فيع معلقة كبيرة مايونيز معلقة كبيرة زبادي معلتين بصل مفروم لو أنا مش هديها لولاد صغيرين أو أولادي بيحبوا البصل ممكن هستعمله لكن ما بيحبوش البصل هشيل البصل لأنه ده اغتيال أول حاجة بصوا أنا هو محمصها التوست زيادة شوية وصفة التونا دي هي الوحيدة اللي هتلاقوا التوست بتحمص فيها زيادة شوية علشان بيبطعمه أحلى هحط الزبادي مع المايونيز مع الخص مع التونا التونا بكون مصفية كويس قوي من الزيت بتاعه مش بس في الوصفة دي يا جماعة التونا لازم زيتها يتصفى في أي وصفة أنا باستعملها ما بحبش استعمل الزيت اللي التونا محفوظة فيه حتى لو أنا بحبها في الزيت وعايزة استعمل لها زيت تاني أحط لها زيت من أول وجديد بس أخلي الزيت بتاعه هينزل يعني ما استعملش الزيت بتاعه أوكي هجيب التوست واروح حط التونا بالمايونيز لو جربتوها كده أنا عارفة أنكم هتتعودي عليها أهي وكده هو أضغطهم مع بعض وبعدين بالسكينة أروح جاية بالورب وأطعه أوكي ده تونا بالمايونيز نعمل بقى اللي بعديه علشان الوقت نعمل تاني التونا برضو بالمايونيز جنبها أريد أن نجبها لكم برضو دي للبيتزا عملناها بالتوست فيه سواني ما خدتش وقت خالص وغنبيها ساندوتشات التونا بالمايونيز